اخوتي واخواتي بعد كل هالدلائل اكبر دليل هو انت وانا اللي منشهد انه يسوع حي لنغير حياتنا وكم من الناس اللي تغيرت حياتها من الظلمة للنور من الموت الى الحياة لكن برضو القيامة لها بركات مكتوب عن الروح القدس الروح الذي اقام يسوع يحيي اجسادكم المائتة هذا عمل الروح القدس احبائي ثم الولادة من فوق الولادة الروحية بسبب قيامة المسيح في بطرس الاولى الصحاح الاول مكتوب ولادنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من بين الاموات ثم احبائي مكتوب انه الغرض من القيامة هو التبرير المؤمن موقف قضائه الله حكم علينا ببرائتنا وبتبريرنا ايضا مكتوب الذي اسلم من اجل خطيانا واقيم لاجل تبريرنا فقيامة المسيح هي العمل او اكتمال العمل الكامل اي قام حتى يبررك ويبررني من كل خطيه احبائي القيامة هي اللي اعطت المصداقية والشرعية في روميا الصحاح الاول مكتوب عن يسوع الذي من نسل داود حسب الجسد صار من نسل داود حسب الجسد انسانية المسيح ولكنه تعين لاحظ الكلمات تعين ابن الله فهو ابن الله الازل وهو ايضا ابن الله بجدارة لانه اكمل عمل الفداء على الصليب تعين ابن الله من جهة روح القداسة بقيامة يسوع المسيح من الاموات واخيرا احبائي القيامة هو اساس وسبب خلاصنا وهذا اللي انا بصلي اليك اليوم انك تعلن توبتك امام المسيح وما تستهين ولا تتساهل في هذا الموضوع قل له يا رب ارحمني انا الخاطئ انا باعترف فيك انا باامن فيك انك انت ربي ومخلصي بتخلص بتحصل على الحياة الابدية لانه وعد المسيح من يقبل الي لا اخرجه خارجا اسمع ما قال الرسول بولوس لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع واقامه من الاموات خلاصت فاذا اذا انت بتعترف وبتآمن انه الرب انه الله اقام من الاموات خلاصت هذا هو اساس خلاصت انا بصلي من كل قلبي انه المسيح يعطيك الخلاص الكامل وتنال الحياة الابدية والرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة